موسيقى حقوقية جامعة للدفاع عن المصريين هكذا وصف مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الكيانة الجديدة وكشف خلال مؤتمر عقد بنقابة الصحفيين بالقاهرة عن أليات عمل التنسيقية النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية والحقوقية للدفاع عن أي مصري انتهكت كرامته أو حريته وحجد كل النشطاء والحقوقيين والسياسيين لنصرة هذه القضية العادلة كما أن التنسيقية تعتبر أن لديها واجبا يتطلب منها العمل على إلغاء القوانين التي تتناقض مع كافة الدستير المصرية المتعاقبة وكذلك ضمان ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التنسيقية التي قال مؤسسها إنها تسعى إلى تجميع كافة الجهود والأنشطة الداعمة للحقوق والحريات في كيان واحد طلبت الجميع بالتعاون معها من خلال تقديم المعلومات للعمل على محاسبة من ينتهكون حقوق المواطنين وهي الانتهاكات التي ظهرت بكثافة خلال الفترة الماضية إحنا في خلال المرحلة السابقة دي العايش ولا ميت ولا مصاب ولا هو فين وخلال المؤتمر التأسيسي للتنسيقية تحدث عدد من أهالي المعتقلين والمفقودين عن جانب من الانتهاكات التي يرتكبها نظام ما بعد الثالث من يوليو ضد ذويهم التحقيق بيقول إيه؟ التحقيق بيقول إن ما تم حيازاته لو تثبت إدانته يعني هم عندوش أحراز طب بعدين سبع شهور عمار بيتجدد له حبس احتياضي كل مرة لهم بيخلوا سبيله عشان ما فيش أحراز وما فيش أدلة عشان هم عايزينه أصلا يفضل جوه ولا هم بيحاكموه الحقيقة مشكلة المفقودين يعني مشكلة يحتار العقل في تفسيره الإنسان المحبوس ومعروض على قضية ماشي حتى الشكل العام بتاعه إنه متهم في قضية إنما واحد محدش يعرف مكانه دي مسألة صعبة جدا دي ملحش تفسير بس غير حالة واحدة بس إن إحنا في غابة ولسنا في دولة ورغم الصعوبات يقول مؤسس التنسيقية إنهم مصرون على الاستمرار في عملهم لإضافة لابنة أخرى في جدار النشاط الحقوقي الذي يسعى لمنع تغول النظام وتغيانه على المجتمع